لزلت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تثير الشارع الرياضي والعالمي بسبب الاتهامات التي وجهت لها بأنها في الحقيقة رجل وأن منافساتها في مسابقة للنساء في الأولمبياد أمر ظالم للنساء وكانت الملاكمة الجزائرية أثارت الجدل قبل أيام بعد انتصارها على الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحاب الأخيرة بعد نزال داما ستة وأربعين ثانية بعد أن قالت كاريني أنها لم تتعرض لمثل هذا اللكم في حياتها مجهة انتقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ما وصفه بخطاب الكراهية الموجه للملاكمة إيمان خليف وقال أن اللجنة لن تشارك في حرب ثقافية ذات توافى سياسية ما نراه الآن هو أن البعض يريد أن يمتلك تعريفا لمن هي المرأة لن نشارك في حرب ثقافية ذات دوافع سياسية واسمحوا لي أن أقول إن ما يجري في هذا السياق في وسائل التواصل الاجتماعي من خطاب الكراهية هو عدوان وإساءة هو أمر غير مقبول على الإطلاق أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فانتقدت أولمبياد باريس بشأن مسألة لاعب إيمان خليف معتبرة أنها تمتلك هرمونات ذكورية في الواقع مع مستويات هرموني تيستوستيرون الموجودة في دماء الرياضية الجزائرية المنافسة لا تبدو عادلة منذ البداية أعتقد أنه لا ينبغي السماح للرياضيين ذوي الخصائص الجينية الذكورية بالمنافسة في المستبقات النسائية ليس بسبب رغبة المرء في التمييز ضد أي شخص ولكن لحماية حق الرياضيات في القدرة على المنافسة على قدم المساوات بدوره علق الرئيس لمركز سابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب وكتب على منصة تروث سوشيل أنه سيستبعد الرجال من منافسات النساء إذا ما فاز في الانتخابات المقبلة معي هنا في الستوديو محرر شؤون الرياضية في سكاينيوز عربية علي القرني علي مرحبا بك معنا مرحبا جدل عالمي حملة عالمية وما يمكن أن نقول قاسية طالت الملاكمة الجزائرية ما وراء هذه الحملة بهذا الشكل برأيك كيف يمكن أن نقرأها وهل هي تم توظيفها في إطار ربما سياق ثقافي وجدل ثقافي أخلاقي سياسي في أوروبا وأمريكا على الخصوص في الفترة الأخيرة وابتالي تم إقحامها أو توظيف هذه القضية نعم القضية ليست بالجديدة هي الزوبعة متجددة عيشناها من قبل مع عدد من الرياضيات فقط خليني أبدأ إيمان فقط لأن هناك لبس وهناك سوء فهم يغذيان هذه الزوبعة الكبيرة خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي فقط ثلاث نقاط جد مهمة يجب توضيحهم في البداية هو أنه تحدث هنا عن تحول جنسي بأن إيمان خليفة وريدة سيدة كما ذكر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ثم أسباق بأن ولدت مرأة ونشأت وطربت كمرأة وتدربت كمرأة والآن تنافس في فئة السيدة الشيء الثاني الموضوع الثاني وأننا تحدث هنا عن مشكلة هرمونات الذكورية وليس تحول جنسي الموضوع الثالث وأنه بالفعل تم إيقاف أو استبعاد هذه الرياضية قبل سنة 2023 من قبل الاتحاد الدولي لملاكامة لكن هناك علامة استفام كبيرة على مصداقية الاتحاد الدولي للملاكامة وتم استبعاده من طرف اللجنة الأولمبية الدولية لم يعد يسير الإقصائيات الملاكامة المؤهلة للأولمبياد بسبب رئيسه الذي هو روسي كريم ليب وبقرب ودخلت سياسي وحساب السيد فقط نريد توضيح هذه الأمور لأن هناك بعض الناس يعتقدون على موقع التواصل الجميع حتى بأنه رجل فقط بأنه لن تحدث عن موضوع تحول جنسي الآن بمسبب سؤالك هو أن هذا الوضع أو إيمان خليف تم استغلالها سياسيا وكذلك تصفيت بعض الحسابات فنجد بأن هناك جهة من المحافظين وكذلك اليمين المتطرف مثلا تحدث عن رئيسة الوزراء الإيطالي تحدث عن الموضوع نائب الرئيس المرشح لرئاسة الأمريكية فانس هو الآخر تحدث عن الموضوع وصف الأمر بأنه مقزز وبأنه شبه بمشاهدة رجل يلكم مرأة دونالد ترامب هو الآخر كمحافظ تكلم عن الموضوع جيكي رولينغ الكاتبة الشهيرة كاتبة سلسلة الهاريبوت لكن حتى إذا ما تحدثنا عن خلل هرموني يعطي أفضلية هل من العدالة بالنسبة لبقية المتسابقات صحيح أن يتكون منافسة هذا وبالتالي هل هذا يجعل يفتح أمامنا النقاش لأنه اللجنة الأولمبية نفسها بـ 2021 تحدثت عن العدالة وإنصف لكن أعطت لكل اتحاد من الاتحادات الخيار في التصنيفات التي تحددها مثلا السباحة عندما نتحدث عن ألعاب القوة هي الأكثر صرامة ربما في التداخل ربما النساء أو الرجال المتحولين في مسابقات أو فرق نسائية لماذا في المكالمة ملاكة مختلف الأمر لكن نتحدث عن العدالة صحيح ربما ربما أشدت على كلمة ربما ليس هذا منصف لبقية الملاكمات لكن أكيد ليس منصف لإيمان خليف أكيد أكيد هذا مؤكد في هذه المنافسات كمنافسة الملاكة ما عندنا فئتين فئة سيدات وفئة رجال إذا أرد البعض من إيمان خليف أن لا تشارك في فئة السيدات فإذا ستشارك في فئة الرجال مستحيل فهذا هو المشكل المشكل لا يحسب على إيمان خليف إيمان خليف استوفت كل الشروط التي تخول لها المشاركة في فئة السيدات المشكل ومشكل هورمونات في السابق مع العداء الجنوب الإفريقية مثلا كاستر سيمانيا سيطرت على ألعاب القوى في مسافة 800 متر لمدة طويلة حققت بطولة الدهبي في الأولمبياد مرتين بطولة العالم ثلاث مرات أجبرت الاتحاد الدولي لألعاب القوى على أن يعتمد قوانين وقواعد تحدد نسبة هورمونات الذكور لدى الرياضيات كاستر التجأت للمحاكم السويسرية بتهمة التمييز وكسبت القضية السنة الماضية الأولمبياد هو يشرف على كل الاتحادات الدولية للرياضات المختلفة خلال الأولمبياد الكلمة الأخيرة للجنة الأولمبياد الدولية فبالنسبة للجنة الأولمبياد الدولية إيمان خليص توفت كل الشروط التي تخولها المشاركة في فئة السيدات لهذا تشارك في فئة السيدات بالمناسبة إيمان تذكري كنا نسمع نفس الحديث عن سيرينا ويليامز لما كانت تشارك في التينيس كانت مسيطرة بشكل لا يصدق حتى البعض قال بأنه يجب أن تشارك في منافسة الرجال شاركت في مباراة استعراضية مع ملاعب تينيس ونهزمت في المباراة فهذا لا يعني بأن إيمان خليف يجب أن تشارك لدى الرجال الآن الكل يتكلم عن المشاكل لكن لا أحد يتكلم عني الحل ما هو الحل طيب ما هو الحل يمكن أن نطرح لأنه حتى اللجنة الأولمبية تقول أنه لم ندخل في مسألة إعادة تعريف المرأة أو من هي المرأة حتى عندما نتحدث عن ربما الهرمونات وخلل من الهرمونات وهرمونات الذكورة عند المرأة يعطيها أفضلية معينة من الضحية هنا وكيف يمكن تجاوز هذه العقبات في ظل ربما النقاش على مستوى العالم وتوظيفه سياسيا نعم نأخذ عندما نتكلم عن الضحية نتكلم أولا عن الحالة التي لدينا الآن وهي إيمان خليف مع بقية الملاكمات أعتقد بأن الضحية هي إيمان خليف لأنه ليس خطأ إيمان خليف هذا هو التصنيف هناك في السيدات وفي أتريجا ولكن لدينا اللاعبة الهنغارية التي ستقابلها تسوق لنفسها على أساس أنها ضحية وحتى الاتحاد أو البعثة الهنغارية المجرية قدمت شكوى قدمت شكوى حتى الملاكمة الإيطالية مباشرة بعد الخسارة قدمت نفسها كضحية لكن هذا لا يحسب على الملاكمة هذا بضلك لبقية الملاكمات لا يحسب ليس خطأ الملاكمة إيمان لأنه سمح لها بالمنافسة يحق لكل سيدة لكل امرأة أن تشارك في فئة السيدات وهذا ينتبق على إيمان خليف الحل يجب أن يكون من طرف اللجنة الأولمبية الدولية ومن بقية الاتحاد الدولي لمختلف الرياضات الآن هناك البعض يتحدث عن إنشاء فئة أخرى غير السيدات وغير الرجال لما تفتح الباب مثل هذه الفئات فأين ستقف فئة خاصة بالهرمونات فئة أخرى خاصة بأصحاب العضلات أو الانتراع الطويلة فأين ستحدث الموضوع فنعرف أن هناك فئة للرجال وفئة السيدات إذا كان المشكلة والآن كلنا نتحدث عن نعم عن الهرمونات معرفة إذا كان مازال هناك وقت لا ما فيش وقت للأسف بتأكيد الحديث بقية وصانوا نقش وبتأكيد في مناسبات أخرى شكرا لك علي القرني محرر إذن الشؤون الرياضية في سكانيوز عربي شكرا جزيلا